يجب أن تفهم كل أم تقوم بمثل هذه الممارسات نحن الكلام هذا ما نقوله ترى لكن إذا جاء الجد نقول يجب على كل أم على كل أم تقوم بمثل هذه الممارسات ضد زوجة الإبن وتحاول أن تستخدمها استخدام الإماء وتعاملها بإقصاء وبسحق وبفوقية وبتعالي نقول لا سامحينا هذه البنت متفضلة في خدمتك هي غير ملزمة شرعا بخدمتك هي ملزمة بخدمة زوجها ومن محبتها لزوجها تخدم والدة زوجها يعني إذا جاء الجد نتكلم بهذا نحن ما نقول للناس والله لا تخدمين أم زوجك لكن إذا جاء الجد نقول لا انتبهي فلذلك أم الزوج هذه علي أن تتقلها وأن تخاف الله وأن تعلم بأن الأمور دين وقد يعاقبها الله عز وجل بمن تحب ممكن يسلطى الله عز وجل عليها يسلطى الله على إحدى بناتها يسلطى الله عليها أم زوج بنتها أم زوج بني